اضافة العذاب انهم اذا ماتوا يقبرون قال الله تعالى قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اذا ماته فاقبره هذا هو الغالب في احوال الناس انهم اذا ماتوا قبروا لكن الذين لا يقبرون كالذين يحرقون مثلا او الذين تأكلهم السباع او الذين يغرقون فهؤلاء يجري عليهم ما يجري على المقبورين من العذاب والنعيم فاضافة العذاب للقبر والنعيم للقبر ليس انه لا يكون ذلك الا للمقبورين واما من لم يقبر فانه لا يناله ذلك لكن الحكم للغالب وما خرج عنه لا حكم له